مارشل كولر 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 انه بيدعم بشدة النادي الاهلي وبدعم زملائه في كأس العالم للاندية ده اول اخبرنا خبرنا التاني ده موليكا او موليكا اللعيب النادي الاهلي كان بيكلم عليه وكان لحد من ساعات يعني بعض الاهلوية عندهم امل فيه هذا الامر خلاص حسمها تماما والاهلي اجل التفاوض مع موليكا لبداية الموسم المقبل وده حيخلي المفاوضات سهلة او اسهل بل اسهلة تماما اسهل لانه الراجل عايز او اللعيب عايز يلعب في النادي الاهلي فالاهلي اجل قصة جاكسون موليكا الى الانتقالات القادمة